عزيزي المشاهدين مؤتمر الشباب أو منتدى الشباب العالمي الذي دعا له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعني سمر من سمرات أو تتويجا لخمس مؤتمرات سابقة تم عقدها على الأرض مصر لا شك أن هذا حدث جميل وحدث فريد ومن منظرنا في برنامج الصديقان هذا المنتدى تتويجا أيضا لللحمة المصرية القوية والقطط التنموية المستقبلية اللي بنحاول فعلا في ظل الحكومة الحالية وفي ظل هذا العصر أنها تحدث طفرة على ساحة المجتمع المصري النهاردة عندنا اتنين قامات عالية متخصصين في هذا المجال معنا الدكتورة مونة منير عضو مجلس النواب المصر الحالي معنا المهندس أحمد حيثوا أنه هيحدثنا عن التنمية المستدامة وعلاقتها بكل مؤتمرات الشباب السابقة بنرحب بيكم في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج بنشكركم على وقتوك الساميل أنتوا وضطوا معنا أو يعني اخذتوا من وقتوكم وجايين تعودوا معنا عشان تخضوا مشاهد برنامج الصديقان في هذه اللحظات أهلا محبا بيك دكتورة مونة أهلا بيك بشوانس أحمد في هذا اللقاء نورنا ومشرفيننا تحياتي لكم دكتورة مونة عشان أنا منحاز طبعا للمرأة مرأة مصرية ومنحاز كمان للأقباط في مصر فأنا يعني هبدأ بالأستاذة مونة مؤتمر تلوى مؤتمر للشباب في مصر بيحضروا الشباب المصري المرة دي قدام مؤتمر بيحضروا شباب العالم كله أكتر من دولة مشتركة الحمد لله أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بل وبرعاية مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لماذا انطلقت مصر بمؤتمراتها الشبابية من المحلية إلى العالمية في هذا التوقيت من وجهة نظر سعادك طيب أولا أنا عايزة أهني الشعب المصري اللي سأروا من العمليات الإرهابية الدنيئة وعودة حقنا وعودة محمد الحيس النقيم محمد الحيس لأرض الوطن سالم ويعني احنا بنأكد أن ده جزء من الشباب اللي احنا بنعتز به لأن كلهم الحقيقة سوى شهداء أو مصابين كلهم في عمر الشباب صحيح أرجع تاني ونتكلم على مؤتمرات الشباب مؤتمرات الشباب ديت مؤتمرات طلب الشباب من السيد الرئيس بعلاقة مواده ومحبة من 2016 أن تقام ملتقيات لتبادل الفكر ومنقشة الأوضاع في مصر والحقيقة السيد الرئيس استجاب بأريحية شديدة جدا أن يلتقي مع الشباب دولا ويبتدي يسمع منهم ويعد منهم كوادر أنها تققود المرحلة ويكون مشاركة فعلية لأربعين في المئة من الشعب المصري اللي هو الشباب الحقيقة المؤتمرات ديت اتعملت على أربع خمس مؤتمرات التوزيع الديمجرافي لها ناقش مشاكل وقضايا الشباب في منطقته يعني مؤتمر شرم الشيخ كان مؤتمر كبير وبيناقش الإرهاب والسياحة والتنمية المستدامة مؤتمر أسوان وده كان مهتم جدا بتنمية الصعيد والتنمية المستدامة والأول مرة نشوف تمثيل حقيقي لشباب أسوان وشباب النوبة وانسايد الرئيس يستجيب لمطالبهم مثلا في إلغاء المنطقة توادي الكون عن النهمة تتخصصي للصلاح الزراعي وتعادلهم يعني الحقيقة كان تبادل وثقة من الشباب في مقابلتهم للرئيس بياخد منهم ومن أراءهم مجموعة تانية في مؤتمر إسكندرية ومؤتمر واجه بحري الشعب البسيط سلم لابن من أبنائهم ياسين أنه هو ينقل لسيد الرئيس مطالبهم ودي كانت الحقيقة لفتة جميلة جدا أن الشباب بتصق في الجيل الأهالي قصدي بتصق في الجيل الجديد أنه ينقل أحلامهم وتطلعاتهم لسيد الرئيس الحقيقة سيد الرئيس استجاب لها بصورة قوية جدا ونتج عن المؤتمرات دي حاجات كتيرة جدا في عام الشباب إطلاق عام الشباب 2017 خرج منه معطيات كتيرة قوي أولا قانون الشباب قانون الرياضة خرج من عام الشباب الأكاديمية الاقتصادية للشباب خرجت من عام الشباب إطلاق مساجين كثيرين كمان من ضمن المطالب اللي طلبوها الشباب أنه فعلا يكون فيه إعادة النظر في الشباب اللي تم القبض عليه ولم يقدم إلى الآن يعني ما لقوش أن عندهم أي نوع من التجاوز أو المخالفات القضائية وتم مراجعة القضايا دي والإفراج عن بعض منهم ودفعات كثيرة منهم ومراجعة كمان قانون التظاهر وده الحقيقة استجابة من السيد الرئيس لمطالب الشباب يعني ده التواصل همزة الواصل كانت المؤتمرات همزة واصل حقيقية لأشياء كثيرة اسأل والرئيس يجيب مهمة جدا دي قلت من المؤتمرات فقط نمي مشهد أن اللقاء السيد الرئيس في الماضي زمان يعني قبل يناير كان حلم وإنه يتعرف أن فيه حد هيقاب الرئيس الجمهورية فالناس رح تدي له الشكاوى بتاعته علشان يوصلها ده يتعامل في فيلم الهاني رمزي بتاع جواز بقرار جمهوري لما هيقاب الرئيس أو الرئيس غيحت الفرحه فالمنطقة كلها راح تتدك له الشكاوى علشان هو يوصلها الرئيس ده كم من باب الفانتازيا يعني ده شيء حلم كده بيعبره عنه بالفانتازيا النهاردة بقت حقيقة إن شاب راح يقاب الرئيس الجمهورية فالناس تقوله طب والنبي قوله إن فيه قطع أراضي هتستصلح واتخذ مننا فعايزين نرجعها تاني فالشاب يقول للرئيس الجمهورية رئيس السيسي ده جاي يريس فيه قطعة أرض في النوبة هيخدوها مننا فالريس يرجعها لهم تاني فاللي كان زمان فانتازيا وكان حلم زمان بقى النهاردة حقيقة وبقى واقع النهاردة